فقط الله هو الذي يغفر الخطايا طيب ليه الله؟ لأن أحباء الخطيئة بغض النظر شو هي هي موجهة ضد الله مباشرة كما قال داود النبي إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت مع أنه قتلوا زنة ضد شخص آخر ولكن أكد أن هذه الخطيئة كانت قدام الرب ثم الخطيئة أحباء هي التعدي الله وضع شريعة وضع قانون فالخطيئة هي التعدي وكسر للوصية الإلهية حتى لو أخطأت ضد حق إنسان فبالحقيقة أنت تخطئ ضد الله والخطيئة هي إهانة مباشرة احتقار وإزدراء ضد الإله الغير محدود فينبغي أن يكون غفران الخطيئة طبعا من الإله الغير محدود أنت بش تخطئ لواحد واحد بيغفر للتاني أنت أخطيت للإله الغير محدود عقاب الخطيئة هو غير محدود ولكن أيضا غفران الله هو غير محدود شوف مثلا في العهد القديم رد النبي ناثان على داود عندما أخطأ ضد بات شبع بخطيئة الزنف في سموئيل الثاني صحب 12 قال له الرب أيضا نقل عنك خطيئتك لا تموت ما هو أجرة الخطيئة موت فإذا هم نشوف فكرة البدلية أنه مات ابنه لدقود بسبب خطيئته فإذا دايما فيه دفع الثمن وما فيه أي إنسان مستعد أو ممكن يرضي الله الغير محدود إلا أن يكون إنسان غير محدود إنسان كامل بلا خطيئة يستطيع أن يرضي العدالة الإلهية ويوفي المطالب الإلهية فقط واحد وحيد اللي هو شخص الرب يسوع المسيح نشوف أيضا حكمته الغير محدودة كان المريض مفلوج لكن أيضا كان مفلوج بالخطيئة غفران الخطيئة أحبائي هو عمل غير منظور يعني لما بتقول مغفورة لك خطيئك أنت مش شايف ولكن أحبائي يعني مين اللي ممكن يحاسب على هذا الموضوع لكن المسيح أيده ببرهان ودليل ساطع دليل مادة وذلك بشفاء جسد هذا المفلوج ترجمة نانسي قنقر